السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم مرة تانية على سهري كيمستري او كان دي اول مرة ليك او اول مرة ليك على القناة فاحنا دلوقتي على بلاي لست تاعة التالتة سانة وثيرد دير ساكندري بنتكلم بشابتر 2 الاناليتيكال كيمستري ياريت تتفرجوا على الفيديو الاولاني اللي احنا نزلناه ده بنتكلم فيه كده شوية دردشة انترو دكشن تواناليتيكال كيمستري يعني ايه وبتتأسم لايه وكده اما بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة فهيبقى بداية الشغل الجد بتاعتنا فيالله بينا نبدأ الدرس النهاردة بداية الكلام عن الكواليتيتيف اناليسيس وقلنا كواليتيتيف يعني انا عايز اعرف الكايند انا عايز بقى كده يعني ايه قصة بزبط يعني بيجيب لي كده في المعمل يجيب لي سامبل زي اللي انتو شايفينه ده شوية حاجة كده كريستلز كده من الملح وبعد كده بيقول لي يا طرى الملح ده متكون من ايه انا مش هتكلم بقى غيره على الكايند انا عايز اعرف هو متكون من ايه بس قلنا المرة اللي فاتت ان احنا هنتكلم على الايونيك بس ومش هنيجي ناحية الارجانيك اه اناليتيك الكيميسري خلص انا السامبل بتاعي ده اللي انا متأكد منه اللي هو ايونيك والايونيك ده معناه ايه؟ معناه ان فيه positive iron ماسك في negative iron عشان يعمل لي في الاخر الايونيك كومباوند بتاعيه ال positive iron اللي بتكلم عليه اللي دايما بيجيلي على الشمال ده في الغالب بيبقى metals لان الايونيك كومباوند ده بيبقى metal ماسك معناه مثل positive iron ومتال بسميه كتاين اوكي النحية التانية ده بيبقى non metals بتبقى negative iron اللي بيعمل gaining للالكترونز وبسميه الانين عندي تسمية اخيرة بس لازم اتكلم عليها ساعات بيسمي positive كتاين بتاعي ده بيسميه basic radical basic radical وبيسمي ال negative iron بتاعي ده negative iron اللي هو الانين بيسميه acidic radical فانا بس عايز اشتغل على الكلمة basic radical و acidic radical دي جات منين وبعد كده على طول نبدأ نخش في الشغل بتاعنا النهاردة انا عندي عشان اكون ايونيك كومباوند لنفرض مثلا عايز اقول sodium chloride عشان sodium chloride ده يتكون في العادة بيبقى عبارة عن reaction من الاوه بلس اله خلاص يبقى دايما اي ايونيك كومباوند في العادة يعني بيبقى متكون من التو بارتس التو بارتس واحد منهم جاي من بيز والتاني الاريجن بتاعه acid عشان كده بسمي الكاتايون بتاعي اللي هو ال positive part بتاعي بسميه basic radical عشان جاي اصلا الاريجن بتاعته من بيز والانين بتاعتي الجزء النيجاتف في الايونيك كومباوند بسميه acidic radical عشان جاي من الاسد طيب احنا بقى في lesson 1 اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي ده lesson 1 انا عايز اعمل detection of الانين يبقى كل كلامي هتكلم على النحية اللي في ال right hand side من الايونيك كومباوند اللي بسميها acidic radical انا بشتغل على حاجة اسمها scheme يعني ايه scheme يا جماعة scheme ده يعني مجموعة مختارة من reactions اللي انا عارفها اه اوصل بيها النتائج اللي scheme ده بيبقى متكون من خطوات معينة يعني انا مثلا عندي scheme بتاع الانينز عندي 3 خطوات الخطوة الاولانية هستخدم حاجة اسمها diluted hcl يعني ايه هستخدم حاجة اسمها diluted hcl يعني عندي انا unknown sample السامبل اللي هيجيه للمعمل ده عشان احلله انا معرفوش اول خطوة هعملها هجيب الديل hcl وحطها على الانون سامبل خلاص قدامي احتمال من احتمالين يا اما يحصل positive reaction يا اما هيحصل negative يعني مفيش حاجة هتحصل يا positive reaction هيحصل يا اما negative ومفيش حاجة هتحصل طيب ايه المقصود بpositive reaction اي positive reaction يا جماعة يعني مثلا هيظهر precipitate لي لون معين مثلا يعني هيطلع جاز ممكن اعمل detection للجاز ده اوكي هيطلع color معين للسولوشن يتغير هيحصل هيحصل حاجة effervescence يعني اا فوران هيحصل حاجة دي بيتسميها كلها positive results النigative result ده ده معناها ان انا لو جبت الانون وحطيت عليه الديل hcl مش هيحصل اي حاجة تفقنا كده يبقى دي خطوة الـ scheme الاورنية الديل HCL ده اللي انا هخطه انا عارفه بسميه بقى group reagent دايما الgroup reagent بيبقى known بيبقى معروف reagent يعني هستخدمه عشان اكشف بي group ليه بقى لان بيقول لي الgroup reagent الاولاني ده لو اداني positive اي حاجة من الحاجات التي تشايفينها فوق دي معنى كده ان الunknown بتاعي عبارة عن group 1 بيسموه analytical group analytical group number 1 يعني ايه يعني لو حصل positive reaction يبقى معنى كده ان انا عندي 6 احتمالات بس مش هخرج عنها في الunknown ده الunknown ده ممكن يبقى الunknown بتاعي الجزء الnegative بتاعه ممكن يبقى كربونيت او باي كربونيت وهكذا او sulfide اللي هو الSO3 الفيلانسي بتاعته بnegative 2 او sulfide الفيلانسي بتاعته بnegative 2 برضو او thiosulfate اللي هو S2O3 الفيلانسي بتاعت الاتومic group ده بnegative 2 برضو او nitrite n o2 بالnegative هناخدهم واحد واحد باذن الله يبقى دي بس عشان ابقى فهم كده لو طلعلي positive result معنى كده ان الunknown بتاعي ده واحد من الستة دولة طيب لو ما طلعليش positive result همشي على السكين بتاعي للخطوة التانية ايه الخطوة التانية احط group reagent number 2 اللي هو conk H2SO4 هيبقى قدامي حل من الاتنين يا اما هيطلعلي طبعا with heating conk H2SO4 بعمل heating معنا يا هيطلعلي positive result وقلنا يعني ايه positive result يا precipitate يا جاز يا color يا فوران اي حاجة تدل على ان في رأكشن حصل يا اما هي ديني negative negative دي يعني الunknown sample بتاعي لم يتفاعل مع الconk H2SO4 طيب لو اتفاعل مع الH2SO4 هو حاجة من اربع حاجات يا اما كلورايد انا بتكلم على الانين بتاعه بس يا اما برومايد يا اما ايوديد يا اما نايتريت اتفقنا انا بفهمك الدنيا بتقومش يا زي على فكرة النيتريت والنيتريت اللي اتنين الفيلانسي بتاعتهم بنيجاتيف حاجة من الاربعه دول طيب لنفرد بقى انه الدني negative result يقول لي خش على اخر خطوة في السكين بتاعتك خطوة تالتة هتحط group pre-agent number 3 حاجة اسمها barium chloride BACL2 اوكي ده اكيد بقى هيطلع لي positive result مش مفيش احتمالات بقى انه هو يطلع لي negative طالما الدني negative مع الHCL و negative مع الكون هتحطوة اكيد هتديني positive مع الbarium chloride لو اداني positive مع الbarium chloride يبقى الـ group pre-agent الـ analytical group اسف اللي انا شغال عليها يئمة phosphate اللي هي PO4 و الفيلانس بتاعتها minus 3 يئمة sulfate اللي هي SO4 والفيلانس بتاعتها بتبقى minus 3 دي فكرة اللي سكيم اللي انا بعمل بيها detection عن ال-unknown a9 بفضل ماشي خطوة خطوة فاحنا النهاردة بقى هنبدأ اللي سكيم بتاعنا ونتكلم عن اول group group 1 بتاعنا يا جماعة متكون من الستة زي ما انتشافين كده ده اسمه carbonate ده bicarbonate ده sulfite والسلفide والثيوسلفate والنيتريت دولة 6 anines بكشف عليهم بالgroup اللي هو dial hcl انا عايز افهم بقى ايه القصة القصة هتبقى عبارة عن ان انا لو فعلت اي salt من الصوت بتاعت الجروب ده كله فهسميه هنا nax الاx ده يا جماعة ده اي واحد من الستة اللي فوق دولة وهحط عليه dilute hcl بيقولك بقى ايه بالنسبة للستة دولة كلهم الhcl ده عبارة عن acid more stable than الاسد اللي جاي منه الانين دي اوكي يعني الانين دي عبارة عن احنا قلنا nao h بيتفعل مثلا مع hx اللي هو الاسد ده يعني عشان يديني nax اي واحد من الستة دولة فدايما المور stable acid لو دخل على ionic compound او على salt فيه anine الانين دي جاي من acid الاسد ده less stable اللي بيحصل ان cl اللي هي الانين دي بتخش مكان الx والx بيرجع لشكل الاسد بتاعه اوكي وبعدين بيتكسر تاني هقول تاني ايه اللي يحصل هنا اعمل double replacement زي ما كنا منعمل في تالتة عدد خلي cl تخش مكان الx والx تيجي مكان cl فهقول كده nax خلاص زائد h هتمسك في الx هي ايه الx دي يا مستر واحدة من الستة دول اي واحدة من الستة دول خلاص بس ده بيبقى unstable acid طب ايه اللي بيحصل له بيحصل له حاجة من اتنين يئما بيتكسر بيدي كومبوز خلاص يئما بيحصل له volatilization يبقى بيحصل له حاجة من اتنين ال unstable acid ده يبيتكسر يبيتبخر طيب الغاز الجاز ده انا اعرف اعمله detection يعني الجاز ده انا هعرف اكشف عليه فالجاز اللي انا بكشف عليه ده اول لما بشوف مثلا الجاز الفلاني انا عرفته خلاص طالما هو الجاز الفلاني يبقى جايل من الاسد الفلاني يبقى ال unknown anine اللي انا بدور عليها هو فلاني الفلاني دي بيسموها basis of detection of the anine تاني بالسولت بتاعي اللي انا معرفش ال unknown مش اشكال بقى معرفش ال anine بتاعتك مش اشكال الكتين انا حطت الصوديا دي كمثال وبحط عليه diluted hcl لو كان diluted hcl more stable than ال anine اللي جوه هنا هيخش مكانه والanine هيطلع على هيئة acid والاسد ده بيبقى unstable يقيم ما يحصل دي composition يقيم ما يحصل volatilization والموضوع هيبان اكتر واحنا بناخد example تعالوا ناخد example كده ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشي ازاي ال example الاولاني انا بقولك لو كان sample بتاعي carbonate انا هنا هعتبر بقى sample noon ليه عشان اعلمك ايه اللي بيطلع عشان لو طلع معاك في النون تبقى انت عارف انا بتكلم على مين يعني ايه مثلا تعالوا ناخد example na2 co3 الاول هي na2 co3 اتكتبت كده ده sample بتاعي اتكتبت كده افتكر دايما ال valency بتاعت sodium positive 1 على طول لانه في group 1 في periodic table والvalency بتاعت الكربونate دي حاجة لازم نبقى عارفينها negative 2 فلما بكتب sodium كربونate يا جماعة لازم بعمل na2 co3 الكل 1 بس احنا ما بنكتب الشر 1 في chemistry فبيتبقى في الاخر انه na2 co3 السامبل ده لو انا حطيت عليه الرياجنت بتاعي اللي هو ال HCl يا ترى ايه اللي هيحصل ركز بقى معي شغل دايما double replacement الكلورين هيروح مكان او الكلوريد بقى هيروح مكان الكربونate والكربونate هيروح مكان الكلوريد فالريزلت اللي هتطلع ايه وانا بعمل الريزلت افتكر naCl انقلها من غير ما تحط ارقام تحت ملكش دعو بالارقام اللي مكتوبة تحت هنا لا انقلها عادي من غير ما تحط ارقام تحت زائد hco3 انا كده نقلتهم من غير ارقام تحت خالص بعد كده بشوف ال valences عشان اضبط naCl يعني positive 1 عشان هو في group 1 cl دائما بnegative 1 عشان هي في group 7 افتكر ان group 7 دائما بياخد ال valences بتاعته بnegative 1 هعمل لكم جدول سريعة كده بسرعة ان group 1 دائما ال valences بتاعته بpositive 1 طيب group 2 دائما ال valences بتاعته بplus 2 group 2 وgroup 1 ده في predict table تطلحها من predict table top group 3 group 3 دائما ال valences بتاعته بplus 3 والناحية التانية لو انا قلتلك group 7 اللي هي قبل النوب الجازز على طول الهالوجين حطها دائما بnegative 1 عايزة 1 electron عشان تبقى ستيبل top group 6 اللي فيها الاكسجن والسالفر محتاجة 2 electrons عشان تبقى ستيبل فالvalences بتاعتها بnegative 2 top group 5 اللي فيها nitrogen هه بحط عليها negative 3 دا بالنسبة لل elements العادية في ال pre-relectable اما ال atomic groups زي الكربونيت فديب بناخدها واحنا مشيين مع بعض واحدة واحدة ففتكروا الجدول دا كده اكتبوه على جنب عشان هيساعدكم في موضوع الفيرنس فانا كده زبطت سوديم كلوريد مش محتاج ارخام تحتيها طب ال HCO3 ها ال CO3 ب-2 وال H ب-1 هعكسهم مع بعض يبقى ال H2CO3 اهو دا شكل الاسد اللي طلع يبقى الكلورين اخد مكان الكربونيت والكربونيت رحت مكان الكلورين عملتلي سوديم كلوريد وعملتلي H2CO3 خد بالك وانت شغال على المين تست يعني على السامبل الاساسي بتشتغل على السولد سامبل دايما لما بحط أسد على السامبل بشتغل على السولد سامبل والأسد دا شان دا شان بيبقى اكوى السوليوشن طيب الريزلت اللي طلع ايه ال NACL دا بيبقى اكوى السوليوشن طيب ال H2CO3 قلنا ان دا انستابل مش كده الفكرة بتاعتي ان الستابل هايحل لمحل الانستابل طيب لما الانستابل طلع قدامنا حالة من اثنين هيحصله ديكمبوزيشن ويتكسر يحصله في حالة الكربونيك أسد داسمو كربونيك أسد في حالة الكربونيك أسد هيحصله ديكمبوزيشن هيطلع لي ايه هيطلع لي CO2 و H2 هيتكسر بسرعة الانستابل أسد هيطلع لي CO2 و H2 طب CO2 ده جاز هو ده بقى الجاز اللي انا بدور عليه عشان اعمله فانا لو عملت للجاز اللي طالع ده وطلع انه هو CO2 يبقى انا عرفت ان الانستابل أسد بتاعك كان كربونيك أسد يبقى عرفت ان الانون أنين اللي انا كنت شغال عليها كانت ايه كربونيك طيب ازاي عرفت ان فيه جاز طلع بيقول لي الرياكشن دي لما بيحصل بيحصل معاها effervescence يعني بيحصل فوران زي بتاع الفوران بتاع الفور فواكه والراني والحاجات دي بيحصل فوران هنشوف مع بعض دلوقت في بحيس ان ايه الفوران ده يعرفت ان فيه غاز طلع الغاز اللي طلع ده لو حطيته على لايم موتر ده الرياكشن بقى بتاع الغاز اللي طلع دي لازم نبقى حفظنها بنيجاتيف 1 الهايدروكسايد بنيجاتيف 1 الكربونيت بنيجاتيف 2 طب نعمل كريس كروس يبقى C A O H الكل اتنين ده اسمه ايه بقى لايم موتر كالسيوم هيدروكسايد كالسيوم هيدروكسايد لو تفاعل مع الكربون دايكسايد هيديني كالسيوم كربونيت كالسيوم كربونيت ده دي بتبقى white precipitate فبتديني تربد تربد بتخلي اللايم موتر بتاعي يتحول من كلير لتربد اول لما شوف تربد في اللايم موتر يبقى الغاز اللي انا كنت شغال عليه هو مين هو CO2 طب طالما الغاز بتاعي CO2 يبقى الانستيبل أسد كان مين كان كربونيك أسد طب الكربونيك أسد يبقى يعني فيه كربونيت يبقى يبقى الانون سامبل بتاعي كان ايه كان اي حاجة كتين كانت ماسكة في مين اللي انا مدور عليها في الكربونيت يبقى انا بالتست ده لو حطيت دايل HCL عمال جبت الجاز اللي طلع ده عدته على لايم موتر طلع لي white precipitate اللي هو كالسيوم كربونيت يبقى انا كده وصلت للانون بتاعي انه طلع كربونيت طب باي كربونيت HCO3 خد بالك بقى على جنب كده الكربونيت ده يا جماعة CO3 الفيلانس بتاعته بمينس 2 الباي كربونيت دايما هو عبار عن ان انا بحط H قبل الانين اللي انا الاتومي جروب اللي انا شغال عليها يعني لو الكربونيت دي نيجاتيف 2 هيبقى الباي كربونيت بتاعي هكتبه ازاي HCO3 وبدله الفيلانس بتاعته نيجاتيف 1 يبقى الفارق بين الكربونيت والباي كربونيت مش كتير ان الاتومي جروب بتاعتي مش عبار عن CO3 بس لا ده بحط قبلها H وبنقص الفيلانس بتاعتها مينس 1 يعني لو انا قلتلك صالفيت SO4 مينس 2 طيب باي صالفيت هتقولي كده H SO4 وكلهم على بعض كده نيجاتيف 1 وتكمل الرياكشن بتاعك عادي خلاص فانا دلوقتي هشتغل على الباي كربونيت مع اي كتين فدخلها مع السوديم انا هنا عملت يا جماعة سوديم باي كربونيت السوديم دي ببلس 1 عشان في جروب 1 والباي كربونيت كلها بنيجاتيف 1 فعشان كده حصل كانسلينج للفيلانس بقت N HCO3 ده كده سوديم باي كربونيت طيب لو هحط عليه جروب بري ايجنت بتاعي اللي هو ضايل HCL يطرى ايه اللي هيحصل هنشوفه دلوقتي هيحصل زي ما حصل بالزبط مع الكربونيت ال-NA هتاخد ال-CL وبعدين هيتكون معها الكربونيك أسد اللي هيتفك لCO2 بلس H2O يبقى موضوع البيليت هيدروكلوريك أسد ده ممكن اعرف منه انا كربونيت او باي كربونيت بس لسه مش هعرف افرق ما بينهم لازم اخد بعد كده تست عشان اعرف افرق بين الكربونيت او البي كربونيت الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو اللاي موتر عشان يطلع لي ايه عشان يطلع لي كالسيوم كربونيت which is a white precipitate appears appears as يعني اا توربيدي خلاص طيب بيقول لك موضوع ان الكربون دايكسيد اا لما تعديه على اللاي موتر ده بيبقى for a short time عشان كده بيبقى كاتب ST short time لان لو حصل elongation في ال time كده في نحن نعمل passing CO2 plus H2O مع وجود الكالسيوم كربونيت اللي هو كان white precipitate ده بيقولك كده لو لو الموضوع ده تكون for a long time ان انا عمال ازود في CO2 على solution بتاعي خد بالك ما هو كالسيوم كربونيت ده white precipitate اوكي وبس فيه مية كمان فالمية مع الكربون ديكسيد مع الكالسيوم كربونيت هتطلع لي كالسيوم باي كربونيت هتحول لي الكالسيوم كربونيت للكالسيوم باي كربونيت كالسيوم كربونيت الكالسيوم ده positive 2 والبي كربونيت ده negative 1 يبقى كالسيوم باي كربونيت ده كاتب كالسيوم باي كربونيت ده كالسيوم باي كربونيت ده بيدوف في المية عايش اديكم نوت كده مهم جدا all باي كربونيت are soluble in order دي قاعدة كده كل الباي كربونيت سوليبل في المية اوكي طيب اه خلاص انا كده فهمتي بقى القصة بتاعت الديتكشن والكشف بتاعي تعالوا نتفرج بقى على ال practical اه experiment بتاعتنا ونرجع نكمل بصوا شباب ده solid salt بتاعي اهو سواء كان الكربونيت او الباي كربونيت بصوا لما احط عليه ايه اللي هيحصل هيحصل ده اسمه اللي بنتكلم عليه ليه بقى نتيجة خروج الجاز الكربون داكسايد جاز بيطلع بقوة شايفين عمل ازاي طيب انا عايز اعرف الجاز اللي طالع ده هل هو كربون داكسايد ولا لا ابعمل ايه بقم جاي جايب اللاي موتر زي ما هنشوف دلوقتي كده راكش بتاع خلص اوكي اللاي موتر بتاعي يلا بجيب اللاي موتر وبدخل كده حاجة زي شليمو كده وده ابدأ ادخل السي او تو جوه اللاي موتر يبدأ شايفين السي او تو لما يخش مع اللاي موتر يبدأ يحصل تيربيدي هتظهر دلوقتي شايف ويد بريسيفيت هيبدأ يتكون كده خفيف الوايد بريسيفيت اللي تكون دا دا الكالسيوم كربونيت اللي احنا نتكلم عليه طبعا واحنا شغالين فور اشورت طايم هنبدأ حاجة اسمها كونفيرماتري تاست الكونفيرماتري تاست دا احنا بنعمله بعد المين تاست عشان خاطر نتأكد من الريزلت بتاعتنا يبقى عشان تو بي شور ان احنا شغالين مصبوط بنعمل الكونفيرماتري تاست وممكن كمان عشان نعمل ديفرنشيشن بتوين اه تو سولت زي ما هنعمل مثلا دلوقتي بتوين الكربونيت والبي كربونيت يبقى انا استخدمت الكونفيرماتري تاست عشان حاجتين ايه الكونفيرماتري تاست بتاعي هجيب السوديم كربونيت اهو قدامي طيب الماجنيزيام صالفيت انا كده اه عامل صح وانا غلط ديفرنش مش ساهمة ديفرنش ديفرنش انا عامل صح وانا غلط كده والسالفيت انا كده اعمل صح ماجنيزيام صالفيت يا طرق إيه اللي هيطلع هيطلع نعمل ده الريبليس من تعدي جدا سوديم صالفيت ليه عملت التو تحت كده سوديم بلاس وان والسالفيت مينس تو بعكسه بيقى سوديم صالفيت بلاس ماجنيزيام كربونيت خدوا بالك بقى السوديم كربونيت اللي أنا بادي بيه ده كان ايكويس كان دايب يعني ما فيش بريسيبيتت خالص لما خطيت الماجنيزيام صالفيت عمل لي ماجنيزيام كربونيت which is a white precipitate خد بالك رولة هي all كربونيت are insoluble in water خد بالك كل الكربونيت بتبقى insoluble in water except 3 السوديم كربونيت والبوتاسيوم كربونيت والأمونيوم كربونيت يبقى كل الكربونيت بتبقى insoluble in water بتعمليه بريسيبيتت على طول ما عادة 3 فعشان كده كنت داخل في الاول ايكويس مع ايكويس فما ظهر ليش اي بريسيبيتت في الموضوع انما لما اشتغلوا مع بعض الماجنيزيام كربونيت ده عمل لي white precipitate طيب احنا خدنا قاعدة من شوية ان كل البايكربونيت بتبقى ايه بتبقى in بتبقى solubile in water يعني بقى لما احط الماجنيزيام صالفيت على السوديم بايكربونيت ونعمل double replacement بتاعي العادي يبقى in a2so4 زائد الماجنيزيام المرة دي هتبسك في مين هتبسك في البايكربونيت اهي hc os3 دي البايكربونيت بتاعت بس لازم بقى الماجنيزيام بلاس 2 والبيكربونيت دي بنيجاتيف 1 زي ما اتفقنا يبقى ماجنيزيام بايكربونيت mg hc os3 كل اتنين هنا مفيش precipitate يبقى ال confirmatory test فرق بقى خلاني اعرف اللي انا شغال بي ده اللي انا شغال بي هل هو صوديم كربونيت ولا بايكربونيت ازاي حط ماجنيزيام صالفيت لو اداني white precipitate يبقى انت كنت شغال على الكربونيت ولو اداني مفيش precipitate يبقى انت كنت شغال على البيكربونيت وبعد كده هيحط لك بقى معلومات زيادة مهمة جدا دايما ببقى عايز اعرف هي ال precipitate اللي انا بطلحها دي بتدوب في ايه وما بتدوبش في ايه فهو بيقول لك بقى الماجنيزيام كربونيت ده لو انت حطيت عليه hcl هيدوب مش كده قال ليه ما هو الا هيطلع هيطلع mgcl2 وهيطلع co2 plus h2o نفس الفكرة بتاعت السوديم كربونيت بس المرادة بالماجنيزيام كربونيت يبقى ال white precipitate اللي اطلعلي في ال confirmatory test ده بيدوب في الضايل hcl بيختفي تاني طيب الماجنيزيام باي كربونيت اللي اطلعلي في ال confirmatory test بتاع البيكربونيت لو انا سخنته هيتكسر عشان يديني ايه اي باي كربونيت لو اتكسر هيديني كربونيت plus h2o plus co2 طب ماجنيزيام كربونيت الكربونيت ده طالما مش بتاع السوديم ولا امونيوم ولا ال potasium يبقى هيبقى white precipitate يبقى ال confirmatory test بتاعي يا جماعة هجيب السوديم كربونيت لو حطيت عليه ماجنيزيام صالفيت هيديني هيديني ماجنيزيام كربونيت which is a white precipitate ال white precipitate ده لو حطيت عليه دلويتة ايبتي سي ال هيدوب طب ال confirmatory test بتاع البيكربونيت لو حطيت عليه ماجنيزيام صالفيت مش هيطلع عليه precipitate بس لو سخمت التستي تيوب اللي انا شغال عليها دي الماجنيزيام باي كربونيت اللي دايب ده لما بيتسخن بيتكسر يطلع لي ماجنيزيام كربونيت اللي هو white precipitate زائد h2o زائد co2 خلاص كده يبقى انا خلصت اول تو يعني معايا خدتوهم كنوع من انواع المثال وشرحت عليهم باستفادة بإذن الله في الفيديو اللي جاي يعني نبدأ ناخد بقية الاناينز